أنا مسلم والإسلام دين كامل وإني ارتكبت خطأ فلا تلوم الإسلام لوموني أنا يلا حيهم داعية رغم التنصير هذا مسلم من الهند تربى في جنوب أفريقيا وسط الفقراء وأجواء عنصرية بغيظة قدر الله لها أن يصبح أكبر داعية في وجه التنصير الشاب هذا كان يشتغل بمحل يبيع الجرائد والكتيبات على المارة المحل هذا كان بجانب كلية تنصيرية أزعج هجوم النصارى والتهامهم بالإسلام بأنه دين باطل كان يقول لهم جرائد كتيبات أي شيء متخصص في الدين الإسلامي كانوا ينظرون لو يقولون دينك باطل دينك مو على حق وأنت أصلا ما تفهم شيء بالدين وأنت فاشل كان يحس بحرقة ولا يقدر يرد لأنه يدري أنه مهم ولم في الدين الإسلامي وكذلك يخاف يرد ويقتلونه فكان يعاني في حياته بدأ هذا الشاب الهندي يدرس القرآن ويفسر كل الكلمات في القرآن لهين حفظ القرآن الكريم وبنفس الوقت كان يدرس الأنجيل وبدأ يلاحظ الفرق الشاسع والتناقض الشديد بين الأنجيل بعد فترة حس هذا الشاب الهندي بأنه يملك العلم الكافي اللي يخليه يرد على هجوم النصارى وهو بمحلة كان يقول لهم تعالوا ياخي شوفوا التناقض الشديد بين الأنجيل دينكم فيه أشياء كثيرة محرفة كيف أنتم مقتنعين بهذا الدين الشيء هذا كان يضايقهم والكثير منهم أقتنع بكلام الهندي وقرر أن يعتنق الدين الإسلامي لأول مرة يحس هذا الشاب بنشوة الانتصار وأنه قدر يحجر لهم يقنعهم أن دينهم باطل اشتهر هذا الشاب الهندي في جنوب أفريقي وقرر أن يقضي كل عمرة لنشر الدين الإسلامي الصحيح استطاع الهجوم الرد على معتقدات النصارى الباطلة والأديان المحرفة بمعاونة رفيق دربة غلام فونكا فعلا اشتهر هذا الشاب المسلم الهندي وأصبحت تقام له مناظرات مع أكبر القساوسة حتى وصل إلى العاصمة كيبتاون وأقام فيها أشهر مناظراته في جنوب أفريقيا الشاب المسلم الهندي أقلق الكنيسة العالمية وزلزل عروشهم بمناظرات التي وصلت لقلب عاصمتهم الكبيرة لندن وأقام مراكز دعوية في أفريقيا تخرج منها المئات من الدعاة في مجال المناظرات هذا الداعي العظيم قاهر الصليبيين في العصر الحديث هو أحمد ديدات ترك الدراسة وهو في سن مبكر بسبب ظروفها المادية واشتغل في بيع الجرائد والكتيبات على المارة وعلم نفسه تعليم ذاتي كانت تجيه سخرية واستهزاء بدينها دين الإسلامي ولكن صبره تعلم واستطاع تخريص جميع الألسنة هذه رسالة من أحمد ديدات يقول لكل مسلم ولكل شاب متكاسل قم وأنهض بأمتك فبي جعبتك الكثير اترك الكسل وكن كالليف في عرين الأسوت عقيدتك ناصعة ودينك صحيح ودين غيرك باطل الداعي أحمد ديدات أصيب بشلال كامل يعني ما يقدر يتحرك ولا يقدر يتكلم الشي الوحيد السليم في جسده هو الدماغ فقط ممكن أغلبكم يعتقد أن الداعي أحمد ديدات ترك الدعوة للإسلام بسبب المرض لا 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 وهو على فراش المرض اخترع طريقة الرد للإشارة بالعين عن طريق لوحة موجود فيها أحرف أمامه يرد على زائريه ويتابع رسال واستفسارات سائلي رغم أمواج التنصير المخيفة من حوله تعب وأجتهد دعوة الحق وإعلاء كلمة الله وحتى هو على فراش المرض ما ترك الدعوة كان يدعو الناس للإسلام بإشارة بالعين رجل من زمن الصحابة رجل بأم همة ناطح الجبال أسد الأم الإسلامية أحمد ديدات اللهم صلي وسلم على نبينا محمد إن حسنت فمن الله وإن أخطأت وإسعت فمن نفسي والشيطان السلام عليكم